التسامح والسلام كلمات حملتها سلطنة عمان إلى مقر منظمة اليونسكو بباريس في معرض رسالة الإسلام بتنظيم من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية كلمات من عمق رسائل التسامح والتعايش في الإسلام تحملها سلطنة عمان إلى العالم الإسلام دائما يدعونا إلى السلام وهذه رسالة من سلطنة عمان إلى المجتمع الدولي اليونسكو معنية بهذه الأمور لأن برامجها تنصب في هذا المجال ولذلك هذا المعرض نعتقد أنه سيأتي برسالة إضافية للرسائل السابقة لأنه لا بد أن نتعايش جميعا سواء أديان أو شعوب أو حتى عروق بشرية المعرض الذي شارك في افتتاحه مجموعة كبيرة من الدبلوماسيين والشخصيات يحبر عن التواصل العالمي والخطاب المعتدل ويعرض وثائق مطبوعة وأعمال فنية ثلاثية الأبعاد ولوحات وصور بالإضافة إلى رسائل التعايش عبر فن الرسم على الرمل والخط العربي المعارضة تدعو إلى تالرنس تدعو إلى التفاهم تدعو إلى التسامع بغض النظر كانت ما هي الأديان وما هي المجتمعات وعن طريق برامج ومعارض متنقلة تقومها السلطانة عمان الرسالة التي تأتي من هذا المعرض هي أنه يجب علينا اليوم أن نرى القيم والتقاريد المشتركة من أجل معرفة بعضنا البعض بشكل أفضل وفي سلام والتعايش مع بعضنا البعض دعوة عمانية للبحث عن الجمال في التحاور مع الآخر والتبادل الثقافي مع الشعوب مترجمة رسالة سلطنة عمان المبنية على إرث حضاري وتاريخي انخرطت فيه منذ آلاف الأعوام في محطته الرابعة في اليونسكو وإقامته في أكثر من 138 محطة حول العالم يؤكد معرض رسالة الإسلام هنا في مقر اليونسكو على الحب والسلام الذي يحمله أبناء سلطنة عمان أينما كانوا ومع الجميع فاطمة بلايد تلفزيون سلطنة عمان مقر اليونسكو باريس ترجمة نانسي قنقر